هتحفظ لك على العمر الافتراضي بتاع اللدات بتاعة شاشة العرض عندك فكرة جميلة بس ياريت نشاهد الفيديو للآخر وياريت ندعم الفيديو باللايك فكرة هتفيد كل اخواتنا وحبيبنا اللي بعانوا من مشاكل كتير في الصوت في شاشة العرض واللي بعانوا من مشكلة صوت في التلفزيون القديم واللي عايز يريح شاشة العرض أثناء الليل ويقدر يريح اللدات بتاعة الشاشة بحيث ان العمر الافتراضي بتاعها ما انتهيش بسرعة ياريت تشاهد الفيديو للنهاية ويلا بينا على الشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنقدم معلومة بسيطة وحل لكل اخواتنا اللي بعانوا من مشكلة الصوت في الشاشات بتاعة العرض يعني لو عند حضرتك تلفزيون من القديم أو من الحديث وحصل عندك مشكلة في الصوت بتاع الجهاز وروحت للصناعي وقال لك خلاص ده صوت الشاشة مش هيطلع تاني وفي مشكلة في دائرة الصوت أو الإيسي مش موجود أو البروسوسر أو أي في مشكلة لو حضرتك عندك الصوت بتاع السماعات بتاعة الشاشة بتعاني من ان الصوت واطي جدا ومش قادر طبعا تعلي الصوت اكتر من اللازم كمان لو بتعاني من مشكلة تلف للدات شاشة العرض باستمرار وكل شوية تروح تغير اللدات بتاعة الإضاءة في شاشة العرض بإذن الله هنتعلم إزاي نقدر نحافظ على العمر الافتراضي لشاشة العرض في الفيديو كمان الحل بسيط جدا هتقدر تشغل على الرسيفر الخارجي وتقدر تشغل من خلاله الصوت خارج عن الشاشة نهائيا يعني ما نشع علاقة بدايرة الصوت اللي موجودة في الشاشة ده رسيفر من الـ HD الميني هنبدأ نوصله فيه الباور ونوصل كابل الإشارة وده كابل الـ HD اللي هيعرض معايا على الشاشة بحيث ان الشاشة تعرض لي الصورة فقط لغير ولكن الصوت هنعرف دلوقتي هناخده من الرسيفر مباشرة ده بيوصل فيه الشاشة بحيث تعرض معاك صورة ولكن الصوت هناخده بعيد عن الشاشة النهائيا هنحتاج ايه بقى في الفكرة بتاعتني احنا عارفين ان فيه هنا قطعة USB نقدر ناخد منها الخمسة فولت وعندي الـ AV اللي هو صوت والصورة بكابل التلاتة في واحد ولكن انا هنا هجيب سماعات زي دي بالظبط كده او اي سماعات حتى لو هاخد لها من خارج الـ receiver لو سماعات صب كبيرة هتقدر تعمل نفس الفكرة بإذن الله كل اللي هعمله ايه حاجة بسيطة جدا هوصل الخمسة فولت بتوع السماعات بالشكل ده علشان تاخد التغذية بتاعت السماعات الباور من الـ receiver وهنيجي هنا نوصل الكابل بتاع الـ audio بتاع الصوت هنوصله في المدخل ده بالشكل ده كده هشتغل معايا ويبقى زي الفول نجرب كده باسم الله نحن الآن نكرم صوت شغال صوت شغال جميل جدا جدا حتى أنا أنا أفصل بقى الصوت كده أفصل الصوت أفصل الصوت علشان حقوق الطابع والنشر والمشاكل أنا دلوقتي قدرت أشغل الصوت من الـ receiver مباشرة على سماعات صغيرة فبالتالي مش هقدر أحمل على الشاشة وأقدر أشغال لو أنا قفلت الشاشة وسبت الصوت شغال على الكرآن الكريم هيفضل شغال معايا على الكرآن الكريم أو على أي قناة حابب أسيبها شغالة إذن أصبح عندي الصوت مستقلي نهائيا عن شاشة العرض أو التفي بتاع حضرتك لأن أغلب الأعطاء في الشاشات أن اللدات بتبوز لأن الناس بتسيبوا شغال على الكرآن الكريم للصبح والتاني يوم والعمر الافتراضي بتاع لدات الإضاءة بينتهي وبالتالي الشاشة بتضلم وبتشتغل معاك صوت بس لكن في الفكرة دي هتقدر تشغل الصوت بعيد نهائيا عن الباور بتاع الشاشة يعني تقدر تفصل الشاشة نهائيا ويفضل الصوت شغال معاك من خلال الـ receiver والسماعات الخارجية مستقل تماما بعيد عن الشاشة يارب الفكرة والمعلومة تفيد حد من إخوتنا وحبائبنا اللي بشاهدونا إحنا بنقدم معلومات وإن كانت بسيطة ولكن لأي حد محتاج الفكرة هيقدر يستفاد ويقدر يشغل جهازه أنا لو عندي الشاشة والصوت بص فيها ومش عايز الصنايع يلعب فيها ويشغلها لي أو السماعات قطعت نهائيا هقدر أعمل الفكرة وشغل الصوت بعيد عن الشاشة نهائيا وأقدر استفاد من الفيديو بإذن الله أخويا اللي بشاهدني الآن تنساش تدعمنا باللايك ويارد تشرفنا بالاشتراك في القناة وتنتظرنا في فيديو جديد ومعلومة جديدة في قناة أخيكم محمد الصفط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته